أولى فقراتنا بهذا الشكل إحنا النهار ده يمكن لأول مرة بنترح القضايا بشكل جديد عندنا في البرنامج وسعادة أن يكون يعني بدايتنا هي قضية الحقيقة بتمس قطع كبير قوي عندنا دلوقتي من الشباب سواء يعني رجال أو نساء بما أننا بنتكلم على الزواج ودايما اللي بياخدوا خطوة الأولى أو يعني أول كده طالع بيكون الرجل أبدأ مع حضرتك أستاذ سعيد هل فعلا عندنا رفض للزواج ما بين الرجال في مصر أو الشباب في مصر يعني دلوقتي بقى الموضوع صعب وتقيل وإحنا بنتكلم على يعني اللي لسه بيفكر في خطوة الأول مرة مش اللي هو حد خاد تجربة وفشل فيها أو حاجة اللي احنا بنتكلم على اللي لسه الأول مرة بيفكر في الجواز في عزوف حاليا بسم الله الرحمن الرحيم أولا بشكركم طبعا على الدعوة الطيبة والضيافة الكريمة المعهودة بالاحترام وبالأدب اللي تعود تعليم من المنصة الإعلامية المحترمة وخلينا أقول لحضرتك أولا يعني دايما إحنا بنحب كشرقيين عمتا يعني وكبشر بشكل مطلق بنحب الاستفادة من تجارب الآخرين أنا النهاردة لو موظف شايف طالية زميلي كل يوم جاي بحكم نفقة ترميه في الشنون القانونية وطس نص مرتب الرجل ولا ربع على حسب ما هو محكم له لو شايف جاري كل يوم ياخد العفش يوديه عندي الاسم ويرجع به وفي الآخر الزوجة تاخد العفش نتائج ما بعد الطلاق هي اللي بتعمل رهبة للشباب من الجواز ده رقم واحد أستاذنا الفضل كان بيقول فيه ظروف اقتصادية أو فيه ظروف اقتصادية كلنا بنمر بيها من انكرهاش ومحدش يقدر انكره لأنها واقع ولكن ده بقى بيمس الشوك اللي هو الاقتصادي المغالف في تكاليف الزواج نفسه منها على سبيل المثال شيء خارج عن العقل اللي هيجاوز النهاردة بيمضو وصل أمانة يعني مخوانينه وصل أمانة اللي هو أي مثل منقلات معارض أنه يتخذ منه عفش بيته في أي وقت في حالة الطلاق أو قبل الطلاق حد أمان وقد يستند على حكم التبديل بتاع المنقلات في طلاق للضرر حيث بتخبط دلوقتي في كلام كبير أو يعني العيمة وفكرة الأسباب متعددة كل العناصب في عملية الزواج في مصر أولا عقد الجواز يعني قبل ما يكون مكتوب قبل ما يكون في عقد زواج مكتوب في وصيقة سواء بقى وصيقة عرفية ولا وصيقة عرسمية نعم عقد الجواز ده في المقام الأول عقد ديني بحث عبارة عن علاقة تعبو دي ما بين اتنين هيجوزوا وما بين ربنا اللي خلقهم بصرف النظر ما بين ديفيد وديميانا ولا ما بين أحمد وحسنية صح كده ولا أنا غلطان ده عقد شرع في المقام الأول بيطغى عليه دلوقتي أعادات وأعراف وتقاليد وقوانين بتهدد بنسب ونقد هذا العقد بدون إبداء أسباب يعني شايف المشكلة بتنقسم إلى شقين شق اجتماعي شق اجتماعي شق نفسي أو الأمثلة السلبية اللي بقيت حوالينا في موضوع الزواج وشق اقتصادي يا أستاذة أنا أسمهم لك كذا بنت شق قانوني تمام عقد الزواج في مصر مهدد بالنسب إذا كان الزوج مسلم في أي وقت تمام عقد الزواج المسيحي ممكن يتم إيقافه يبقى متزوج مع إيقاف التنفيذ في أي وقت وبدون إبداء أسباب أي واحدة ستة تقدر تخذ العالة وتروح بيت أبوها في أي وقت بدون أسباب لو أكبرها على الأقعاد في البيت هتتصلوا بالنجدة تمام ده هيبقى في السياق حادثنا إن احنا أنا معك أنا معك نحن بنشوف حالات فعلا بتبقى فيه ودي بتعمل نوع من الألأ بس خلينا برضو قبل ما نتنقل للنقطة دي نسمع من أستاذة جواهر حتة أسباب العزوف هل أسباب العزوف بيكون داخل فيها الحاجات اللي احنا قلناها في البداية ولا من وجهة نظرك تختلفي أو تتطفقي مع أستاذ سعيد في حتة أن أسباب العزوف دي بيبقى لها حاجات مختلفة طيب من وقع خبرتي في مؤسسة قضاء المرأة المصرية هي مؤسسة تشتغل بقى لها أكتر من 28 سنة على تقديم الدعم القانوني ونفسي واجتماعي لستات ورجالة ولكن النسبة الأكتر لستات أنا شايفة أن عزوف الشباب بشكل عام مش هنقولي الرجالة بس أو البنات بس لأنه ممكن شاب يتقدم لبنته وهي ترفضه يعني مش شرط أنها توافق راجع لحاجات كتير من أهمها أنا من وجهة نظري ومن خلال خبرتي هو الأزمة الاقتصادية لأن دلوقتي اللي يفتح بيت الموضوع مش سهل إن أنا أجيب شقة وأسسها وأعمل أي مطمئة أولاد زي ما قال أستاذ سعيد الموضوع مش سهل فأنا بالنسبة لي الأزمة الاقتصادية ده رقمه أو السبب طبعا الحاجات الثانية ممكن تبقى فكرة أن ممكن الشاب ده مش مناسب ليه أنا شايف أنها مثلا مش مناسب فمش موافقة عليه ترجمة نانسي قنقر